اشتركوا في القناة وأشربة على كتير من الأسئلة ومنها الهم التربوي بعد قرار وزير التربية وهذا القرار ليبحث بجالسة مجلس الوزراء المنعقد اليوم بعبدة طبعا وأكتر من موضوع الشأن المالي موضوع الجامعة اللبنانية المتصل بالشأن التربوي الموضوع الصحي والتفلط تمديد التعبئة العاملة سبعة حزيران وغيرها من المواضيع بصرنا بداية أنه رحب يضيفل معي بالستوديو عضو تكتل لبنان الأوي النائب إدجار ترابولسي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك وأيضا خليني شير أنه خلال الحلقة رح يكون معنا مداخلتين عبر سكايب لرئيس لجنة الصحة النيابية نائب عاصم عراجي ولا عميد كلية الأداب بالجامعة اللبنانية إن شاء الله نلحق نطرح كل هالمواضيع رح نحاول نضوي على هذه الأمور اللي بتهم الناس ندى بالهم التربوي وخاصة أسيس حضرتك عضو لجنة التربية النيابية وتهتم بهذا الموضوع كنت أول من دعا إلى التعلم عن بعض وقونا هذا الموضوع اليوم هيك عطيت إشارة إيجابية أنه طلقيت اتصال من وزير التربية خبرك بأمور كتيرة صحيح خبرنا شو صار وين بدك بلش تعلم عن بعض ولا الوزير لا خلنا بلش بما قاله الوزير اليوم بالحقيقة مبارح أنا قدمت اكتراح حطيته على تويتر وحطيت أنه لازم يتعاونوا المدارس الوزارة الأهل نقابة المعلمين فأنا حطيته أنه هيك افترضت أنه لازم يصير واللي أنا اكترحته طلع أنه عاملينه بثلاثة أيار معالي الوزير جمع هالأفريقاء كلهم وقعوا اتفاقية في محضر طلع في محضر طلع نتيجة هالاجتماع وأنا ما كنت عارف بالاتفاقية لم تنشر ما بعرف ليش بعدين طلبت من معالي الوزير أعطاني إيها عن الشفاء على الهواء اللي فيك تنشره أنا اليوم امت اعتذرت بمعنى بطريقة ما لأنه الزلمي تصرف بمسؤولية وآن بيشغله ورعي هالاتفاقية اللي هي في عدة أطراف مؤعينة اتحاد المدارس الخاصة مؤعينة نقابة المعلمين بالمدارس الخاصة واتحادات الأهل المتنوعة هلأ أكيد في أنا عندي كمانا كان اكتراح أنه لازم مصرف لبنان وجمعية المصارف يجوا تهالمدارس يقدروا يتدين لأنه لولون تعميم 5-5-2 بس ما عم بيقدروا بس كيف يقدروا يحرروا ولكن هالاتفاقية رائعة شملت كل شيء ووفقوا عليها للجميع ووقعوها ويعني بيعرف هاي أول مرة لربما بيكون فيه توافق بين هالأفريقاء بهيدا الشكل وهي من صفحتين ووقعوا على الصفحتين كلهم سوا وكتار يعني عم بعدهم أكتر من 10-15 وأسماء لامعة وأسماء منشوفها كل يوم على التليفزيونات وأنا مبسوط باللي حصل فأنا اعتبرت أنه اللي أنا عم بطمح له واللي لازم يصير واللي أنا عم بيعكس فيه رأي الناس من نحو إعادة درس الأقصاط إنصاف الأسادزي والعاملين في الكطاع الخاص الحفاظ على المدارس الخاصة وهي دا بيصير أيضا عبر الدولة تتحمل مسؤوليتها بدفع المنح يلي بتجي من الوزرات المتنوعة بتعرف في كتير ناس بيدرسوا إما حساب الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الوزرات أو التعاونية أو فيه بس بعد ما جابوا سيرتهم يعني عادة بها الأيام بلش تم أبض المنح حتى ما فتحوا الباب لتقديم الطلبات هون هون عنا نحن مشكلة بدنا نعترف في مشكلة وفي ناس بيحكوا بطريقة راديكالية وكأن المدرسة عم تسرقهم هن من زعلنين المستوى الأكاديمي تبع المدرسة بس هن داقت الأيام فيهم ونحن شعرين إنه في ديئة حقيقة في ديئة صحيح فبقل لك ما بدنا ندفع ففي مدارس فعلا عم بتعاني أنا هلأ في مدارس هي لمؤسسات كبرى وفيها إمكانيات كبرى بس في مدارس مش بس هيك في مدارس عملت أرباح بالفترة السابقة نعم صحيح هي هلأ تعود صحيح ولكن في مدارس بتديرها عائلات صغيرة ومشيين الأمور وعملوا إنجاز عبر عشرات السنين هلأ عم بيبكوا لا بيقدروا يدين ولا بيقدروا يدفعوا المعاشات ولا عم بيقدروا يجبوا فهيدي معضلة ضمن هلأزمة الكبرى هون مسؤوليت مين يجي يجمع كل هلأطراف ويتم الوزير تحمل مسؤوليته في وزير مش بس مسؤول إنساني وواعي جمعهم كلهم سوا وإذا بتقري هلأتفاقية بدهش هلأتفاقية كيف أرضت الكل هوني منشهد لحكمته لقيادته يعني خلينا بس نجع نذكر اعتبار مصرحة المتعلم أولوية استدامة الأسرة التربوية أزمة التعليم الخاص ببعدة المالة توزيع الأعباء والقسائر بشكل منصف عصر النفاءات إعادة النظر بالمساهمات والاشتراكات وصولا بتخفيض الأقصات غير المدفوعة المتراكمة عن الأعوام السابقة للأهالي بنسبة بتعادل ما يدفعوا الأهل عن العام الدراسي 2019-2020 يعني المعايير اللي اعتمدوا تم الاتفاق عليها من كل الأطراف خلال هذا الشهر بداية هذا الشهر وقبل اتخاذ لأرار بإنهاء العام الدراسي منصفة أنا تقدت كإنسان يعني تخصصت بالتربية واشتغلت بالتربية وكبي كأهل كنائب عن الناس وأنا يوميا بمعاطات مع الناس أنا اعتبرت أنه هذا منصف حقيقة وفيه شيء زيادة هون أنه طلبوا من المدارس وهي المدارس المقعلة أنه مع التكافل مع الأهل تماما وإعافي أولياء الأمور اللي مصنفين من العيال المحتاجية يعني مش واحد مثلا بيجي هو عنده الإمكانية بس ما بده يدفعه ويدعي أنه هو مش قادر هون هين التحقيق الاجتماعي يصير والعائلات معروفة فيه أسيستات سوزيال بكل مدرسة فيه ملف نعرف بعضنا يعني نحنا منعرف بعضنا مية بالمية هيدا بما أنه تم الاتفاق يعني سهلا فينا نقول خطونا أول خطوة ليش التصعيد يعني كأنه أول ما اتخذ القرار الوزير كان فيه اعتراض من المدارس الكاتوليكية من اتحاد المدارس الخاصة من نقابة المعلمين أكيد حفاظا على حقوقهم وقال اليوم بمؤتمر صحافي نائب المعلمين رودولف عبون أنه 12 ألف استاذ معهم بيقبضوا رواتبهم يعني طالما وصلين لأول فشخة نحو الحل ليه بعثر هوني بالاتفاقية أيضا في أنه بيقبضوا رواتبهم كاملة بس مش هيك صار لا هلأ 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 بس أنه حتى ما أخذوا ضمانات يعني لا هلأ أنا برأي هلأ 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 وانا متعاطف معه مع مؤتمر الصحافي هوني هلأ مثل ما صار عملية إنقاذية للقطاع الصحي بالمبادرة اللي قام فيها الأستاذ إبراهيم كنعان سعادتني إبراهيم كنعان وإموا دفعوا المستحقات اللي عليهم خلت المستشفيات تقدر تكمل هلأ هيدا لازم يصير فيه لأنه هوني الوزارة تعهدت تحكي مع الوزارات التانية إذا إجوا دفعوا السنديق المانحة دفعوا فرد دفع جيش كوة أمن تعاونية وزارات كل الناس اللي بتدفع بيسكروا للمدارس بيسكروا منيح بيسكروا كتير منيح يعني بعتقد إذا وصلوا لحسم ثلث القسط بعتقد هيدا هوني الاتجاه أنه يحسم الموازنة التشغيلية طبعا المدرسة اللي هي بتوازي 35% في مدارس عندونيها شوية أكتر في مدارس شوية أقل وهوني طلبوا أنه يدفعوا الماتة بقة لهو أجرات المعلمات والمعلمين والعمال لكن كمان طلبوا وفي عندي أنا هوني قرار من معالي الوزير أنه يعيدوا النظر بكل موازنة عيدوا النظر بكل موازنة شو من الصرف معلجين الأهل وهيدا قرار الوزير نعطى لدير التعليم الخاص مديري التعليم الخاص حتى يتنفذ وبيصير فيه نظر إعادة نظر خلال يعني يبدو خلص يعني هي تبلش بوقت سريع يعني كان لازم يكون مبالش فهيدا الموضوع ما بيصير إلا بوجود الأهل والأساتزة وأصحاب المدارس يعني كمان ما فيك تقتليون كمان بدنا ننتبي هلأ المرحلة غير القصة اللي كانت مشاربك قبل كنا عن تناول مسألة المدارس قصة الرواتب والدرجات الأساتزة والدى المدارس راح تغلى والأقصات بوقتها كانت الناس قادرة تدفع هلأ هيدا ما تفتح جروحات هلأ 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 درجات من دفعوا يعني طلقت الصرخة ومن دفعوا لا بس زيادة القصة تزيد والمدارس هلأ هيدا 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 المجتمعين يلي مؤعين عنديك يلي هن المختلفين على هاي الأزمة اجتمعوا وتوافقوا على هيدا الاتفاق يعني حطوا هيدا 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 وتوافقوا على هول بنود يلي هيدا كتير من ما بدي يكون سيئة النية بس يا ما كنا نشوف توافق وانضاء وقوانين لم تطبق لا هاي المرة بدت تطبق الأنون 46 ديش في أساتذي ما قبضوا هاي مدارس ما طبق هون هون في تخوف انه مدارس ما تلتزين هاي هيدا التخوف يلي عندني قابة الأساتذي يعني النقيب خايف انه ناس اما من الموقعين او ناس أنا ما بيمثلوني الموقعين انتوا مضيتوا عن حالكم أنا ما بقدر أعملها فهو متخوف انه فيه 13 ألف استاذ وعامل في القطاع الخاص ما يفولون بالتعهد هيدا التخوف اللي قبضي وبعتقد حقه طبعا وفيه تجربة سابقة طبعا أنا أنا مني نقيب وتليفوني ما بيهدى من الأساتذي هو الله يعينه يعني أنا بعرف هو ادي شو ملاحق من الأساتذي بس أنا قريب من الأساتذي وشي ببكي فعلا شي ببكي في منهم لأشهر مش قابدين شي وفي منهم قابدين 400 ألف ليرة و300 ألف ليرة و600 ألف ليرة بتقصيية ويمتون بطلوش ايه باع احتفاع سعر الدول راح نحكي بالجزء الأخير عن قصة الأسعار وتفلط السلع وإي لما هناك وشو ضرورة يعني يصير بالمرحلة المعاشية ولكن خلنا نبقى بالهم التعليمي ونحكي عن التعلم عن بعض قديش فاد قد ممكن الاتكالة على اليوم خاصة أنه نلغة الامتحانات ولكن طلب من مدرسة كفة الدروس لأنه على أساس يعني موحد بالنهاية بدي يتأهل للمرحلة الجامعية بدي يكون أخذ البروغرام كله أكيد في سئة أنه يكونوا أخذوا التلميذ كل ما يلزم ليترفعوا من مرحلة لمرحلة صعبة هلأ هون لابد أنه نحكي بالقصة يعني بعد الوزير محطر مرسيم ومحطر مشروع إنون بهذه قصة الترفية هلأ بركي بنحكي عنها بموضوع التعلم عن بعض أنا شو بدي أقولك أنا بشعر بالأسف فعلا بشعر بالأسف أنه أنا قدمت اكتراح قانوني من سنة وشهرين صحيح لا كان في كورونا ولا كان في أزمات اقتصادية وسياسية في لبنان قلت لك بداية الحديث كنت السباق بشارة هذا الموضوع وقبل منها أنا كنت ابتدت إحكي بالموضوع بلجة التربية نيابية وكان فيه مقاومة قبل مقدم ورحت أنا طلبت من مركز الدراسات بالبرلماء قلت أنا لازم هني يعني الناس محايدين باحثين خلالوا يعني عملوا لنا دراس إذا الشغلة بتمشي بلبنان ولا لا إذا كتبتها بقولوا أنا هذي غنيتي لا لا غنيتي حابب غنيها أكتبت اقتراح القانون والأسباب الموجبة وقدمتوا وكمان ما كان يعرف يوصل على طاولة اللجنة لحد ما طلعت الصرخة وقعت المصيبة وقعت المصيبة لبنان مش مهية لأنه هي القصة مش بس تشريع ولا قصة زوم ومايكروسوفت تيم وجوجل كلاس وما بعرف شو مش هي هي القصة متطورة أكتر من هيك هلأ رؤسة الجامعات يلي هني كانوا أكتر يعني هوتات المغالين ضد التعليم عن بعد طلعوا تقريبا ثلاثة أربعة منهم يلي هني أكبر للجامعات على التليفزيونات بحلقات مختلفة وقالوا نحنا بدنا التعليم عن بعد هلأ أنا عم بلتقى فيهم بدهم التعليم وما بدهم التعليم شي بدهم يه وشي خيفين منه وشي بيقلك بركي صار تجاري وبركي مبيع الشهدات شو نحنا عنا خمسين جامع في قسم منهم مش كلهم يلي كانوا عم بيترفعوا ويطلبوا ترقايات على شهدات مسروق منشرية ما كنا عرفنا شي فهوني بدنا يهن يقنعوا ما بقى يحاربوا الناس يلي هنين صانعي قرار بمجلس تعليم العالي واللي هنين بالجامعات واللي هنين بالسياسة ما بقى يحاربوا الناس الدنيا مشيت لقدام من الثلاثين السنة بالأونلاين من مية وتمانين سنة بالدستنس لرنينج لبنان هلأ جاي مأخر ست سبع دول عربية سبقونا منهم دول عندها شوط بالتعليم ومنهم شي جديد مصر سبقتنا سوريا اردن لا اي خيار هذا خيار بغاية أهمية انا بختار اذا بدي اخذ شهده اونلاين طبعا او بدي جامعة يعني هون خيار بعض الجامعات بفرنسا تحديدا رفضت انه تعلم عن بعض اونلاين لانه اعتبرت يمكن ما في امكانية مادلية عند الطلاب انه يكونوا وما عندهم امكانية تقنية بالانترنت هاي طلعت السفر احنا عنا بيبقى هوني بيخبروا اخبار مش مظبوطة بدي اتزهر مني لأ اكيد فرنسا عم نطرح شون حقا فرنسا صار لها تلاتة وتسعين سنة بتعلم عن بعد اه دستنس لرنينج لأ بعرف بس هاي ده وفي قوانين وعم بتعلم بالسفارة الفرنسية ببيروت عن بعد انت مع فرنسا عنديك معاهدات شوية ما بتعطرفينهم بش هدايتهم هيدا خيار انت فيك تدرس عن بعد فيك ما تدرس عن بعد بس انا متأكد هلا عفوقة لازم نقول للا الاصدقاء ان احنا هم نحكي عن تعليم الجامعي عن بعد هلا بعد شيء نحكي هم نحكي عن التعليم الجامعي عن بعد السيدة السيدة اللي حابة تكمل تعليمها ومش قادرة تترك البات والأولاد وشغلة بكل الاختصاصات نعرف ما فيك تعملي جراحة ما فيك تعملي جراحة ما فيك تفكي مطور ميكانيك بس بحالة كورونا هلا هلا يعني كله عن بعد شو رح يصيب حتى شفت الجراحة انا عارف انه فيه اطباء درسون virtual class وصفوف الكترونية شافوا الجراحة وهلا اليوم كله عم بيعتمد تقنيات حديثة بالتكنولوجيا بالجراحة يعني بس اكيدة ما فيك تقولي انا بدي ناس عندهم مواد تطبيقية ينجحوا بدونها لذلك لحظت انا بالقانون تبعي انه بيكون فيه تحديد لأي مواد ولأي اختصاصات وإلى آخره لكن ضلنا هيك مسكرين انه ما بدنا نخلي حدا يتعلم عن بعد هاي القصة ما بقى رح تمشي رح ننتقل للهجوم ورح نطلب للناس يروح يتسجلوا عن بعد وتطلع صرختون واصلا هنن ما بيحتاجوا للمعادة اللي إلا إذا ما يفوتوا على الدولة بس الناس اليوم كلها عم تروح تشتغل شغل حر ما حدا ما بدي يفوت على الدولة فبقى يروحوا يتعلموا ويتعلموا المواد اللي بتطلع له المصاري مين بده تطلع صرختون بهن نداء لأنا بحكي فيه الجامعات المحلية الجامعات المحلية رح يقصروا الطلاب إذا ما اعتمدوا تعليم عن بعد رح يقصروا سوق الطلاب اللي بتسهل اللي بيكون قاعد بالأطراف بيتعلم بجامعة ببيروت شواء انت عم تحكي ان انا عايشين هون قصة كبيرة عايشين هون كل ظروب في جامعة والجامعة اللبنانية وكذا طب انت بتجيبين من عكار على بيروت وبتجيبين من آخر معمر ربنا على بيروت ويدفع بيته إقامة ونقل يعني مشاريع بتشهيد أماكن للجامعة شوف العالم كله راح العالم كله راح خلينا نشوف شو رأي الجامعة اللبنانية وشو صار اليوم باجتماع المغلق اللي كان بين العمدة بمختلف الكليات بالجامعة اللبنانية الدكتور أحمد رباح عميد كلية العداب بالجامعة اللبنانية بينضم لنا عبر سكايب مساء الخير دكتور أهلا وسهلا فيك شو صار معكم اليوم بالاجتماع تخذ قرار أم على طريق اتخاذ هذا القرار بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية العام الدراسي شو راح يصير نحن بداية عنا حرص كل الحرص على صحة الأساتذة وطلاب والموظفين وبالتالي بسبعة الشهر الحالي اجتمعت خلية الأزمة التي شكتها حضرت رئيس الجامعة من بعض العمداء وضعض المختصين الذين لهم علاقة بفيروس كورونا وأصدرت مجموعة من التوصيات لأهل الجامعة للعمل بمجبها اليوم حصل اجتماع لمجلس العمداء وناقش المجلس سير العام الدراسي وكيفية الانتهاء من العام الدراسي وبالتالي خرج بمجموعة من التوصيات والتوجيهات العامة نحن كما يقول حضرت الرئيس عندنا لا مركزية أكاديمية باعتبار الجامعة اللبنانية هي جامعة منتشرة في جميع المناطق اللبنانية فروع وفي فروع مركزية متواجدة في بيروت خاصة بالنسبة للكليات الطبية وفي الصيد فالعمل سيتم بموجب هذه التوجيهات العامة التي صدرت اليوم ومنها أولا نحن ملتزمون التزام كامل بكافة ما يصدر عن الحكومة وعن الجهات الرسمية لنحية التعبئة العامة هذا مسألة نحن لا نستطيع أن نخرج منها أطلاقا ثانيا التوجيهات العامة أن كل كلية وكل فرع من فروع الكليات والمراكز والمعاهد سيضع خطة عمله ضمن التوجيهات العامة التي صدرت اليوم بعد بعد بتلحقه يعني شرفنا على نهاية العام الدراسي نحن نشتغل أونلاين نحن نعلم كفين بكافة الكليات من دون استثناء أكيد لأنه على بعض المواقع التواصل في بعض انتعاد من تلاميذ الجامعة اللبنانية أنه ما عم تصلوا المعلومة مظبوط وهنا بعيدين كل البعد عن أي تطور بهذا الموضوع بعض الكليات عم أحكي مش عم عمم ما بعرف قديش صحة هذا اللقاء نحن عنا أحصائية عن نسبة الطلاب الذين تعاطوا مع التعليم عن طاعد وهي نسبة عالية عالية هذه أول تجربة هي للجامعة اللبنانية صحيح صحيح أقول أن هذه التجربة نجحت بشكل ربا ضرة نافعة يعني إجت كورونا خلتنا نتقدم شوي بقصة التعليم عن بعض نعم صحيح وهناك بعض الطلاب صحيح الذين لم يستطيعوا الخروج بالتعليم عن بعض أو الدخول لسببين إما سبب تقني إما سبب تقني وإما لأسباب اقتصادية الطلاب يعتبروا أنه هذا الموضوع مكلف بالنسبة لهم نحن كان في وعد سابق من وزير الاتصالة بالنسبة للجامعة اللبنانية هي دعم الجامعة اللبنانية ودعم التعليم عن بعض بموضوع الحقيقة بموضوع الانترنت التوجهات التي خرجنا بها اليوم كمجلس أولا الإبقاء على التعليم عن بعض طالما نحن في فترة التعبئة العامة حتى نستطيع إنجاز الفصل الثاني من الدراسة طبعا هناك بعض الكليات التي تحتاج إلى حضور بالأعمال التطبيقية وهذا ستكون الطعام عندما ترفع التعبئة العامة يعني بترجعوا تستكملوا من حين وقفتوا بهذه الأمور التطبيقية العمالة التطبيقية إنما بأعداد قليلة يعني تقسم الطلاب يعني فينا نقول مكفيين للصيف يعني العام الدراسي لن يرفع هلا مثل أعتقد نحن وضعنا اليوم حد مهلة 15 نوفمبر لانترنت من العام الدراسي أما في هل يشي للطلاب الذين لم يستطيعوا أن يكونوا على أن يتابعوا التعليم عن بعد نحن وضعنا لهم ضمن التوجهات العامة التي صدرت اليوم وضعنا لهم برنامجا للحضور إلى الجامعة وهذه أعداد ستكون قليلة يعني لا تتخطى العشرين بالمئة سنتابع معهم في الصفوف بيحضروا إلى الصفوف وسنتابع معهم دروس مكثفة للتعويض عليهم مع أن كافة المحترات التي يقوم بها الأساتذ هي مسجلة على التينف وبالتالي يستطيعوا أن يطلق من مدقائهم أو من معارفهم أو من أي أحد من زملائهم يعني فايل هين على واتساب وغير الكرة كلها جهاز واتساب نحن نجري مسحا لهؤلاء الطلاب الذين لم يستطعوا المتابعة لوضع هذا البرنامج وبالتالي لاستقدامهم إلى الجامعة ولتكتيف الدروس معهم يعني نحن منسي من هذي الطلاب يعني منطمن التلميذ الجامعة اللبنانية لهذا العام الدراسي فيه سؤال سريع دكتور قبل ما يدهمنا الوقت بالنسبة للعام المقبل ما بدي استبق الأمور ولكن في كتير ناس هلأ بيخلصوا الترمينال وابدون يقدموا كونكورات شو صار بالكونكورات يعني تخذ القرار بما أنه مديتوا العام إمكانية لنوفمبر متما عم تقول نحن سنحافظ على مستوى شهادة الجامعة اللبنانية وبالتالي الطلاب الذين سيتقدمون إلى الجامعة اللبنانية سيخضعون لامتحانات في نوفمبر في تشرين الأول وتجري الجامعة الآن الجامعة تحضر كل كلية من الكليات إلى هذا الأمر وأكثر من هيك أيضا نحن اليوم ناقشنا كيفية تعويض هؤلاء الطلاب ما فاتهم في الشهادة الرسمية يعني هذا دور أثمان نحن أن نعوض لهم بالجامعة بالفصل الأول ما فاتهم من معلومات ومن تحصيل علم وامتحانات الدخول ستكون شوي بين المجام مسهلة شوي لا يقدروا يدخل نعم ستكون لينة لأنه نحن نعتقد أن الجامعات الخاصة ستكون بمأزق الحقيقة صحيح مدي الأمور مدي صعبة المرهق للأهالي والطلاب وسنشهد إقبالا كثيفا من الطلاب في الجامعة اللبنانية في العام المقبل وهذا ضغط التعليم لكافة المجتمع اللبنانية إن شاء الله بترجع الجامعة اللبنانية بعز مكانة خاصة هلأ مثل ما قال الدكتور اللبنانيين بحاجة بأمس الحاجة للتعلم في الجامعة اللبنانية تحديدا أنا بدأ أشكركم نضع التواصل معكم لمعرفة القرارات المتتالية اللي رح تاخدوها دكتور أحمد رباح عامية كلية الأداب بالجامعة اللبنانية شكرا لمشاركتك معنا ارتاحوا أنا بقول اللي سمعونا كطلاب أنه اخدين بعين الاعتبار كالثغرات اللي صارت وما خلص العام الدراسي يعني بش أنه سلقنا يلا خلصوا سنتكم وطلعوا خلص العام الدراسي لبعض الطلاب أخذ قرار بخصوص الشهادة الثانوية العادية والمهنية والتقنية مثلا يلي هن مقدمين طلب حر لازم يعرفوا أو اللي رح بيقدموا طلب حر أو اللي قدمين هون السؤال بدون يعملوا امتحان هيدا رح بيصير كان ما في اتجاه بمجلس الوزراء أنه ما رح بي عمل امتحانات لا بدون يصير في امتحان لجماعة الطلب الحر مفروض في ضوابط عم بيجهز الوزير ما في زابرة مثلا بكرة خيانة طريقة فرادية بحالة بعمل في ناس بيلحوا حاله أنه مثلا مدارس بمرء اسم ما كان مسجل بيقدموا لا في ضوابط الوزير واعي لهالشغل أنت عم تطعطي مش بس مع وزير متعلن كتير قاضي قاضي صح حر بدي روح يقعد في امتحان لقلو لأن هول إعدادهم مش كبير يبينعملهم امتحان اللي ما كان مسجل وما كان عنده حضور بالصف هيدا مش رح يتطمر إنه ياخد الشادي ويمشي في بكرة بكرة هتطلع على الضوابط دكتور لماذا ما دول السنوات يعني متل منحقة يعني اللي بده يترفع لازم ياخدوا بروفة سجوند وباك عالمية المتوسط طبعة رح تتفاجأ بكرة معالي الوزير أنا مش رح يحكي كل شي عنه أنا اللي بعرفه إنه رح يحط ضوابط قردي حطتهم رح يعلون عنهم ورح يعمل المراسين ورح يعمل مشروع قانون يقدموا عاملوا عاملوا بس تنطمن اللي عم بيشغله بالون عامل مشروع قانون لأنه في بعض الغيارة عم بيحكوا أنه بكير بعد لا في منهم بالسياسة بدون يقطفوا مشروع اقتراح قانون فمنحب نطمنهم إنه معالي الوزير عامل مشروع القانون بيروح للبرلمان لتمبط قصة هالشهادة هاي هالاستثناء هالدورة العشرين عشرين فمعالي الوزير شغلهم في ضوابط ما رح بتكون كيف مكان جماعة المهني بدنا نحكي عن التأس والألتاء والإشراف الفني عندهم مثل الجامعات يعني كيف هلأ سمعنا من حضرة العميد عندهم هدولة تعليم عالي يعني مش رح يعتبرون مثل البروفي مثلا تلغى أو مثل هولي ليسانسية تماما فهولي رايحين لفحص لانتحانات حيقصموهن أعداد قليلة بصفوف بطبيعات بصلا هولي كبار يعني كبار بالسن بس الثانوي ما كان من عمل هيك الأعداد كتير كبيرة بالثانوي هلأ هولي اللي هني عم بيقاد مشهدات جامعية هولي فيك تضمنيهم بكل النواحي وفيه اشياء كمان رح يعتمدوا طرق غير تقليدية في الامتحان زائد لأشياء التطبيقية ما رح يحكي كل التفاصيل بس أنا عندي هوني كمان قرار للدكتورة هنادي بري يحوي معي في موضوع الشهادات يلي هي شهادات عالية ما فينا نعتبرها مثل الباكالوريا صحيح فهذا يحوي هذا قرار للدكتورة هنادي طلع وطلع بـ 19 يعني ريسا تماما ورح بيكون تجرى الامتحانات الرسمية لدورة عام 2020 الأولى لكل من شهادات الامتياز الفني الإجازة الفنية والمشرف المهني يعني بالتفاصيل خلص يعني متابعة حتى يعني ما يتطمنوا ويقولوا نحن ما بقى رح ندروس ترفعنا وصار معي شهادة وإلى آخر لأنه صار في لغة يعني وقتها بنحط هيك عاجل عقب مؤتمر لوزير التربية إنهاء العام الدراسي كل من عنده شهادة صف اعتبر أنه ترفع من صف لصف وقور الوضع مش هيك وفي تفاصيل وضوابط أنا بيلك شي إنه معالي الوزير ضليم على مستوى الشهادة اللبنانية وما كان هو يعني بيحب إنه يطلع القرار إنه يوقف الامتحانات تبع الشهادة الرسمية ولكن هو مرتبط بمجلس وزراء وفي خلية أزمه في حالة من التعبئة العامة هلأ أنا وجي لعندك لهون عم بسمع الأخبار اسمعت وزيرة الداخلية شو عم بيوصي واسمعت وزيرة الإعلام شو عم بتقول يعني فيه تخوف حقيقي من اللي عم بيصير يعني آخر فترة التلفزيونات مثل قصة بغيد ما أنت بوجي قصة البلاء مخت نحن نذكرها إحدى المحطات الزميلة عم بيفرجوا الناس غير مبالين ورجع هلأ ارتفع عدد المصابين بس هوني يعني قرار فتح البلد كمان من شن هيك وزيرة الداخلية عم بيحزير يمكن ما يفتحوا البلد يعني لربما يروحوا بغير التجاه بس هجم على يخلص العيد يعني أنه في ناس هك فسرتها لربما يروحوا بغير التجاه أنا ما رح فسرتها يعني لأنه فتح البلد لأسبوع منرجع لأحد منقول لا الله يحمي البلد نسكر البلد وهوني ما بعرف قديش الخيار تسكروا أربعة أيام هلأ أمباريح كانت منيحها ما نعطل وقتفت قرار بفتح المساجد بـ 22 وهوني كمان في تخوف في كتير الناس عبرت على مواقع التواصل أنه قديش ممكن ضبط الناس بأنه تفتح هيك المساجد شوفي أخدوا قرار فتح دور العبادة وكان فيه كنائس لأحد الماضي كان مشاهدة اللي قبله فتحوا لأعداد قليلة الناس مراحي مش قصة أنه توزع لهم أرقام أنت بتجي أنت ما بتجي أنت بتجي على الساعة تجي على الساعة كيف ممكن نحن سمرينا أونلاين البعض منهم نفتحوا لكن فتحي ورجعي سكري لو يصير في قط مؤنين بيرجعوا الناس بتكون الحياة مخدل فيها إن شاء الله خير أصلا بعد شوية رح نحكي بالتفاصيل عن التخوفات وليش اتخذ قرار تمديد التعبئة العامة لأسبعة حزيران خانا نقول مجلس الدفاع الأعلى مدى لأسبعة حزيران كان متوقع أنه خلصت والناس تأملت وفتحت المسابع إلى ما هنالك مسألة كورونا أكيد نرجع من تباعة مع رئيس لجنة الصحة النيابية بدي كفى آخر سؤال بهذا الشق الهم الدراسة يعني ما بعرف إديش المرحلة المقبلة للناس هم هيدا الموضوع أكتر ما أنه تأمن أكله يعني هون يحقى داخل أروقة مجلس النواب بما بعرف سن قوانين جديدة تراعي يعني وضع العائلات حق التعليم ولا أو مدرسة رسمية تعزز ما بعرف شو الحل لازم ينعمل شوفي أنا محضر كلمي ما بدي أقولها هلا شكرا بس أنا محضر كلمي بالبرلمان لأنه طلبت الكلام ما وصل الدور لعندي قد ما كان فيه أشخاص سابيني يمكن بتسجيل اسمهم أنا رح أحكي بهيدا الموضوع هيدا الموضوع لازم يتأخذ بعين الاعتبار بقوة لضمان حماية المدارس الخاصة في لبنان هيدا قطاع هلا هيدا القطاع مش بس بس بدك تدخيله مثل القطاع الطبي نحنا ما عم بيطلبوا يعني الحسني هني عم بيطلبوا إذا بس بتجيون المنح أو مثلا المساهمات يلي هي بالمدارس الشبه المجانية بيضلوا بقفين عجريون تجي المنح وتجي المساهمات أنا عندي شي بدي أقوله بالبرلمان نبقى بتسمعي فيه بما معناه بما معناه كيف ننقذ وكيف نحافظ على قطاع التعليم الخاص في لبنان الشي اللي راح قوله يعني مش الذهاب إلى أنه في بعض بقولوا لماذا لا تعزز المدرسة تعزز المدرسة الرسمية لصالح المدرسة الخاصة هيدا عم بيسير يعني دايما في نظرية المؤامرة الأعلام الرسمي لصالح المدرسة الرسمية سيدتي أنا ساهمت بتأسيس جمعيتين لأصدقاء المدرسة الرسمية في لبنان وحدة منهم ما عاد تماشي وحدة منهم عادوا جددوا غير شباب وقال الله مباركهم وأنا مسندهم اللي بدي أقوله أنا بحب المدرسة الرسمية بس المدرسة الرسمية ما بتقدر تستوحب كل الطلاب العادة وفي ناس كانوا متأامرين على المدرسة الرسمية لعقود طويلة ما بدوا المدرسة رسمية مثل الخلق والأواديم لأكتر من سبب هلا أنا ما بحب كتير أحكي بالسياسي وشو صار بالماضي أكيد نحنا بدنا نشتغي على المدرسة الرسمية وقدرها تعطي أنا أفتخر أنه أنا خريج ثانوية بكفية الرسمية يعني أنا خريجها أنا أفتخر بأستيستي بمدرستي إلى آخره اللي بيعرف شمانات ثانوية رسمية بيعرف عن شو عم نحكي أكيد بدنا ندعمها بس هلا السبعين بالمئة من الطلاب موجودين بالمدارس الخاصة ثلاثين بالمئة موجودين بالمدارس الرسمية بدأت تقلب بس قادرين يستوعبوا في اكتراح عند بعض اتحادات المدارس الخاصة أنه أعطونا المساهم اللي بتعطوها للمدرسة الرسمية نحن نعلم لولاد كلهم يعني يعني فيه قانون عليه مع الأستاذ أسعد درغام سعد النايب أسعد درغام اللي هو مقرر لجهة التربية نيابية أسعد خينا سعد النايب أسعد كان عنده فكرة البطاقة التربوية أنا كان ضغري متلقفة أنا متلقفة نحن كنا عم نعملها لأجل توحيد الرقم الطالبي حتى يبطل فيه زعبرات بشراء الشهدات وكل هالتنقلات وإلى آخرية هاي قصة تانية واتكاكين اللي بتنفتح لكن هي هاي رح بتكون الأساس لدعم التعليم في لبنان بيطلع لك الأدية رح يتعلم مطرح مبديك أو علم أولادك مطرح مبديك هاي دي يعني مش فخصة رديق في غيرنا طرحها بالماضي فكرة الدعم عبر البطاقة التربوية نحنا كنا عم نشتغل عم نهيئن تدريجيا لأنه من غير شر بينقزوا فبقى عم نهيئن تدريجيا كيف يقبلوها وهي دي لازم نصلى هيدا اكتراح القانون لازم نصله هلأ ما فيك تتصور لبنان بدون مدرسة خاصة أيضا وهي السابقة لولادة دولة لبنان سابقة يولادة دولة لبنان الجامعة سابقة والمدرسة سابقة ما بدنا كمان نتصرف بعداء في ناس عندهم عداء إديولوجي ضد المدارس الخاصة والقطاع الخاص والجامعة الخاصة وبيحكوك عن مؤامرات غربية وإرساليات وكلام من النوع نحن ما عنا هالعداء نحن المدارس الخاصة نفتخر بها هلأ بنفس الوقت لازم أنا أقول شيء للمدارس الخاصة ايه شو بيمنع ينعمل إعادة هيكلة وتجميع مدارس خاصة بالزمان الدولي عملت مجمعات للمدارس الرسمية جمعون ضروري بكل ضائعة من تشرين بكل ضائعة في مدرستين لرهبانيتين شقيقتين وكل واحدة فيها 200 تلميذ نعم ما بيتجم بقولوا لك المبنى ما بساعة وجغرافية هوني هلأ أنا كشخص تخصص بالإدارة التربوية بدك تسمحيلي حط المبادئ التربوية السامية جانبا ونحكي شوي بالاقتصاد التربوي ونحكي عن السوق الماركت الماركت بكرة رح يفرض عليهم يعملوا تجميع للمدارس تجميع للمدارس للمباني هذي كل الكلفة بتتغير وأيضا النظر بالعنصر البشري اللي عم بتوظفيه بالمدارس الخاصة مين إلو نفع مين ما إلو نفع مين محطوط تقل على الحمال ليش محطوط في كتير إشياء لازم يعاد النظر فيها هلأ الوضع الاقتصادي اللي نحنا وصلنا له رح يشبر الكل يرجع يحكي بالاقتصاد التربوي غير قصة نستلجي وإنه لا ما بيصير وفي كتير نصص لازم يتم الاستغناء عنا الاستعادة عنا بأمور ثانية يعني وحضر عنا طرف آخر فترة وهذا الانلاين ادوكيشن أنا عم بيحكي فيه على التعليم الجامعي هو معتمد ببعض المدارس اللي وعي لقضيته من كم سنة لورا معتمد بلبنان كمان هيدا بكرة بيساهم بتغيير الماركت أضف للتعليم وبيخفض من الأقصاد أنا بس بدي أقول أنا بدي أقول عن إنجاز حصل الأسبوع الماضي أنا ما كنت متوقع بحياتي تعليك الحقيقة أنا عقلي أنا تخرجت من أميركا وأنا بقبل بشي اسمه هوم سكولينج هوني مش مقبول الجمعة الماضي الدكتورة ندع ويجان والدكتور ميلاد السبع العبقري بهالقصة والمركز التربوي أعلنوا عن المدرسة الافتراضية لمساندة المدارس أو هي تصير مدرسة ما هيدا هوم سكولينج بطريقة أو بأخرى هوني حقوا للأساتزي يخافوا أنا بدي أميرك بحاجة لها لعدد هيدا هيدا اختصاصي وأنا رح طملهم بالهم أنا رح طملهم بالهم أي جامعة بتفتح أونلاين أدوكيشن بتعلم بهالطريقة هاي رح يضاعفوا تلميذها بالألاف ورح يضل القاعدة هي زيتها بتوزيع الطلاب على عدد الأساتزي أو عدد الأساتزي على عدد الطلاب وأنا بدي أقول شي من خبرتي إذا فيك تحطي 30-40 تلميذ بالصف وبتعرفي بالجامعة اللبنانية 200-300-500-100% بالأونلاين أدوكيشن ما فيك تتعاطي مع مئات أرقام كبيرة ما فيك رح يضلوا أنا لما بلشت إحكي تصلوا فيه أصدقاء من الجامعة اللبنية يا عمي رح تقطع لنا برزقتنا أيها أنت بتعرفي شو معناتها أولاد اللبنانيين من أستراليا الكندا للسويد لأفريقيا لأمريكا اللاتينية اللي عندهم نوستالجي لجامعاتهم اللي تخرجوا مننا بلبناني حطوا أولادهم فيها وهلأ يلي بيطلعوا بيشتغلوا بالخليج يلي شركاتهم عم تعطيهم منح يتعلموا أونلاين هؤلاء اللي بيجوا بيتعلموا بلبنان ليش بدي يخسرون الماركت رح يعج عج بالطلاب خاصة أنه يمكن كورونا مطولة ورئيس لجنة الصحة النيابية قال أنه اللقاح ما رح يكون قبل حزيران 2021 بينضم لألنا دكتور عاصم عراجي عبر سكايب مسأل خير دكتور مسأل خير إليك ولا ضيفك مسأل نور دكتور اشتقني لك شكرا الله يخليك وانت كمان شكرا كلك زوء تسلم دكتور يبدو كورونا مطولة تعبئة العامة مددت لسبع حزيران شو الوضع خاصة أنه وزير الصحة الممكن نوصل لعزل بعض المناطق إذا بقيت الأمور متفلتة يعني بالطبع هذا شيء متوقع لما بلجنا نحن يخففوا إجراءات التعبئة للأسف الشديد الناس نزلت بشكل كتير كثيف على الأسواء وعلى مراكز التجمعات بدون أي وقاية يعني بتمرقوا على الطريق على الشرع العام بتلاقي بالنادر لحدا لابس كمامة بتلاقي قدام الأي تي أم بالنادر ليكون حدا عامل سوشال ديستنج كتير يعني بعدين العامل التالت اللي هو المغتربين اللي رجعوا من برا كمان للأسف الشديد في جزء منهم كمان ملتزم بقواعد والإرشادات الصحية اللي نعططلون فهذا رجع عامل نوع من التفشي بالمجتمع أنا اللي بدي أقوله أنه قصة الكورونا شغلة طويلة ما حدا نفتكر لا لغاية هلأ الحرارة بيانت أنه ما إلى أي تأثير إذا كانت الناس عبتراهين على الحرارة الحرارة ما لا تأثير نهائيا على على وقف انتشار الكورونا وحتى الأدوية اللي طلعت ونحكى فيها من هيدروكشي كلوروكوين بالرغم من أنه الرئيس الأمريكي مبارح بيقوله أنه هو عبي ياخد بعضه هيدروكشي كلوروكوين أو رمدي سفير اللي هو كمان تستعمل بأمريكا لغاية هلأ الFDA ما عطت أي إذن لحدا إلا هي منعت هيدروكشي كلوروكوين بالعكس كان ضده بشكل كتير واضح وبالنسبة لرمدي سفير طلبوا بس استعماله بمحلات معينة ومش على كل المرضى أنا اللي بدي أقوله الكورونا ما في غير اللقاح اللقاح هو الأساس بارح طلع نحن كلنا بنعرف أنه في تجربة بأمريكا صارت من فترة حوالي شهرين عطوا خمسة واربعين واحد شخص أصحاء عطوهم جزء من الفاكسين اللي كانوا بتعرف لأنه هذه عدة مراحل تنعمل عملوا المرحلة الأولى بدأت نتائجة مشجعة إلى حد ما الناس اللي أخذوا هالدوز بيّن أنه عندهم مضادات ضد الفيروس وهكا مرحلة أولى المرحلة الثانية الفيس الفيز الشري وهي وقت اكتشاف اللقاح هو بين حددوا بين جنيوري وجون يعني من أول السنة لحزيران يعني نحن مثل ما يقولون لنا أنه بين تشريع بين كنون الثاني وحزيران بهالوقت هذا ممكن اللقاح يكون موجود يعني في تقريبا سنة 8 شهر خلانا نحشوب هيك الأفرج غير هيك الناس لازم تتعود على حياة خاصة ما عد فينا نحن نكون بالعالم كله بالبشرية كلها تكون قبل الكورونا مثل بعد الكورونا قبل الكورونا غير بعد الكورونا حتى بحياتنا كمان حتى بمصروفنا شفتوا الأوضاع الاقتصادية بكل دول العالم عم تنهار فنحن بدنا نحط برأسنا أنه نحن قبل الكورونا غير بعد الكورونا ما عاد فينا نعمل تجمعات وأعراج ومشاعر الشوية عنا سنة لكن صار فيه لقاح ساعته يمكن واحد بيقدر يريح باله شوي دكتور طيب هنا ما كان مستغرب قرار فتح البلد إذا فينا نقول بكل بساطة رغم تجديد التعبئة العامة بس أنه فتحت المؤسسات تغيرت موقعية الأمور تانية بما معناه أنه يمكن يخذنا هذا الأمر إلى كارثة أو في قصة مناعة القطيع ما بعرف كمان مزبوطة هذه القصة أنا اللي بدي أقوله أنه يعني بالنهاية البلد يريد يفتح يعني سواء هلأ ولا بعد شهرين يعني البعض اعتبروا أنه أصحاب الاقتصاد هيمنوا على قرار الحكومة لأنه الاقتصاد أولا وقبل صحة الناس هلأ أنا عابتابع كل تقريبا الكورونا بالعالم كله بأمريكا بأمريكا رئيس ترامب كيان واضح عبقول أنا بيهن الاقتصاد أولا يعني واختلف هو الدكتور فوتشي هو طبع مركز الأوبع بأمريكا بس نحنا أنا اللي عابقوله ستنا أنه نحنا اقتصادنا مش أنه بده ينهار اقتصادنا منهار مش هيك في ناس أنا بعرف أنه في المنطقة في ناس بيشتغلوا باليوم يعني هاللي بيشتغل بياك هاللي بيشتغل حزين يعني بتعثر فنحنا نقوله ياخي بدنا نساعد بعضنا المجتمع بده يساعد بعضه ياخي ما بده شيء وقايز كتير بسيطة كمامة غاسل الإيدان والصابعة الاجتماعية مشان منشان نخلي الناس اللي منهار اقتصاديا أنه يطلعوا يشتغلوا نحنا مش أنه والله لو نحنا بلد مرتاح كتير وما بقى الشوء وهذا بنقعد خمس ستة شوار كمان بإغلاق نخدم معاش نحن وقعدين كانت هين لو بكندا في ناس بكندا صدقين بكندا عايشين عايشين بلبنان عايشين ببعتولهم معاشاتهم لعني أنا اللي بدي أقوله أنه لازم المواطني يساعد نحن يساعد بقصة الاتخاذ الإجراءات تتباع الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة يعني هلأ طيب عال سكرنا أربعة أيام رجعنا نهار التنين مبارح العالم مشت بالشوانع مثل الأيام العادية ما بيصير سكرنا البلد أربعة أيام طيب لأن مشين أنه ترجع وتلتزم بالإجراءات يعني ضرورة الشغل واحد ينزل على شغله القصص أنا ما أبدو حت كل الحق على كمان الناس أنا كمان يعني بقول أنه لازم لوزارات المعنية وخاصة وزارة الداخلية لازم تتشدد بالأمور هذه وأنا حكيت مع معالي وزير الداخلية وحطيته بالصورة حكيت مع معالي وزير الإعلام وطلبت عليها وتمنيت عليها ونفزت لأولت الله يا والله يعطيها العافي يعني حكينا معها بالنسبة لا ترجع لوسائل الإعلام تلعب الدور الإيجابي اللي بوسائل الإعلام لها بالدور يمكن أهم من قطاع الصحة بأول مرحلة بالتوعي اللي كان عام بيعملوها للناس هو قد ما فيه مواضيع متشاعب وأزمات مش عام مواضيع يعني بس أكيد هيدا ويجبنا مش نهايك هلأ عام نحكي عن هيدا الموضوع لنرجع نشد عصب الناس لا ينتبهوا ما خلصة كورونا بالعكس بعد قبل ما مثل ما قالت دكتور لقاح القصة أكبر الخوف 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 أنه إذا دلينا هيك نفتح ونسكر حنروح يعني إقتصادنا منهار حنهار أكتر وكمان الصحة ساعة القطاع الصحية حنهار يعني نحن نحن مفروض نوع لأنه نقطعي نهودي بدنا نلقى تهاي بأيد وبدنا نلقى تهاي دي بأيد لأنه أحسن ما بالآخر نروح في ناس نروح على مناعة القطاع يا عمي طيب عال مناعة القطاع فيها خسائر بشرية وخسائر اقتصادية وخسائر اقتصادية إذا الناس بدأت هيك إذا الناس بدأت هيك أنا بتالح نروح على مناعة القطاع يعني هنا يمكن الخطورة دكتور طيب بتوافق وزير الصحة بأنه يمكن الذهاب لعزل بعض المناطق بحل المسألة يعني شفنا بمرحلة سابقة بعض المناطق مثل بشرية تم عزلة طلعت من هالمشكلة يمكن لازم نتجاه لهذا الخيار صحيح صحيح هذا كلام كتير سليم من ناحية طبية هلأ نحنا فيها عنا منطقة عامة فكر يمكن نعزلها هاتي كيف لأنه لأنه وفي حكي صار بيني بين معالي الوزير والصبح أنه في أحد المناطق يمكن نعزلها لأنه هيدا بالآخر بتحدي من التفشي لأنه هيدا تفشي بشمال عم نحكي عن عكار مثلا لأنه تفلق مثل الأعداد لا حتى نحكي نحن هو الوزير وانتفق نحن ويا ماما بلندة كمان نحن نستبق نحن ويا لا نستبق الأمور لازم ضروري إذا لقينا أنه عم يتفش بضيعة أو بمدينة أو بمحل مفروض نعمل عزل حتى عزل مناطقي منطقة أو بلدي أو مدينة أو أو شو اسمه تصوري يعني بكندا إذا واحد بدأ يجي من تورنطو على أدمنتم على على أتوى ممنوع يجي الأسفرادات كلها مساكري بدل نحن لبنان كله قد حي بغير مهبلدين شميك ما في هالأد نعزل مناطق هالأد يعني بالنهاية ومعنا لا مركزية إدارية وبتعرف كيف الأمور صحيح ستنا عنا خيار من اتنين نحن مفروض نقرر ولا يا بدنا نلتزم وهذه التزامات كتير بسيطة صدقيني كتير بسيطة إذا طبقنيها بالمجتمع كلتنا بنرجع نظام حياة شديد 50% من الناس بترجع على شغلها لأنهم بتقدر تاكل وتشرب و يعني ما منخلي نروح كمان تفلة القصة بالمرة ونروح على مناعة القطيع لأنه هايدي شغلة كتير خطرة ما يفتكروا العالم شغلة هيني وخصوصا أنه النظام الصحي في لبنان إذا تفشل المرض بسرعة كتيرة هيدا ما بتحمل بينهار ما بتحمل بتحمل شهر بتحمل شهر كنا قبل عن نحكي كتير عن تجهيز المستشفيات الحكومية وكان في أرقام نوصة لتسعة وعشرين ووقفت القصة يعني اليوم موين صارت هايدي شوف الصحة النيابية لحطتها مع وزير مع علي وزير الصحة وبالطبع هو اتفق معه هو اتفق مع كمان الوزارة ماجلس وزراء الخطة جاهزة كلية يعني انها اخترنا مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة المستشفيات الحكومية كلها صار عندها جهوزية كان عندنا بي سي آر أول ما بلش بلبنان كله كان عندنا بي سي آر بمستشفى الرئيس الحريري هلأ عندنا تسعة وعشرين اذا مش اكتر بي سي آر موجودة مستشفيات الحكومية انا اقولك عن زحلي بزحلي صار في عنا اتنان بي سي آر يعني عدد الغرف العزل زدناها الغرف العناية زدناها بعدين شو اسمه الفنتليتور صار عندنا اكتر يعني اذا صار لصمح الله تفشي كبير يعني هلأ اذا انا في احكي لك انه والله تقريبا يمكن شي خمسة عشر مستشفى خاص جهزت وفي معظم المستشفات الحكومية صارت تقريبا هلأ شي تقريبا تناشر مستشفى جهزت بكل مستلزمات الكورونا وكمان التمريض تعرفي نحنا كان اول ما بلش بمستشفى رئيس حريري كان هون اللي بلش يعلموا الناس بالنسبة للوقاية الممرضين وممرضات والله يعطيونا العافية كمان امو بجهد كبير يعني نحنا هلأ وضعنا احسن فينا نستوعب الصدمة الاولى بس اذا طالت الصدمة الاولى بتصير صعب علينا لانه عدد الاسر بتعفز الصدمة في تفشي ولبناء معروف انه عنده الطب متقدم جدا بس مش مجهز كان من شان الوباء هلأ تقريبا سلنا يعني الى حد ما فينا نستوعب بس ما تتخلت لامور اكيد ان شاء الله خير ما بنقول غير هيك يعطيكم الفع في بلجنة الصحة النيابية اللي عم بتوكب هذه المسألة ونقدر نتخطى هالأزمة ان شاء الله ولكن نرجع منكرر ما قلته دكتور عراجي بانه اللقاح بحسب كل المعطيئات العلمية من هلأ لسنة فمن هلأ لسنة في نظام حياة جديد رح نتبعه ونلتزم الكمامة التعقيم وإلى ما هنالك حفظناهم يعني بعتقد متل ما حفظناهم ننفزهم ان شاء الله خير شكرا لألك أنا دكتور عاصم معرفي شكرا لألك شكرا لألك أصلا يعني طلعت طارير اليوم تسعمية واربعة وخمسين حالة تم تسجيلها من واحدة وعشرين يعني صرنا رح نوصل للألف بعد ست إصابات نصير ألف إصابة تمامية وسبعة من المقيمين مئة وسبعة واربعين من الوافدين ستة وعشرين حالة وفاة لليوم مش اليوم يعني من بداية الأزمة لهلأ ومئة وواحدة وخمسين حالة شفاء اليوم ثلاثة وعشرين حالة جديدة والرقم شاية يعني ثلاثة وعشرين بعد ما كنا نزلنا لاثنين ولصفر ولواحد ولعشرة جعنا نطلع تمانية من المقيمين وخمسة عشر من الوافدين يبدو قصة شو رأيك بقصة الوافدين يعني أهمية عودة المغتربين بس يعني حكي عن تزوير فحوصات بي سي ار مثلا ما بعرف دخول ناس معهم كورونا للبنان ما كان فيه شي بيمنع انه يجيبوا مريض على لبنان ما عنده حدا يهتم فيه بس الصدق بهالحالات والحجر ونخلي الدولة تعرف والمعنيين يتابعونا بغاية الأهمية أنا استلامت عدة رسال مثلي مثل كتير زملاء نواب من طلاب بأوروبا الشرقية حالتهم حالة شي ببكي صحيح وتواصلت مع عدد كبير من الناس من الأمريكيتين وأفريقيا وأوروبا والخليج هيدا واقع كمان هولي ولادنا وهيدي هلأ هجرة معاكسة عم بيرجع على لبنان في الطريقة شفرت مستالجة لبنانية نيحة بس إن شاء الله يزبطها الاقتصاد لا يقدروا لأخراس عمل فيه شي بيمشي بيمشي الاقتصاد بيعود بيقلع منا صودة كتير حدا هلأ نحن وقعنا خلص نحن صرنا بجراء هلأ بدنا نقلع وأنا واثق أنه راح منقلع بس يا عم أدي عم نقلع بإذن الله منقلع ولكن أنا بدي أقول أنه دكتور عراجي حكي شيء وحكيم جدا مش أنه قص الطبيب معيط له حكيم هو حكيم هذه الحقيقة حكي أنه حياتنا بدأ تتغير أنا برأيي إداءنا السياسة الاجتماعي يجب أن يتغير هالإخناء المتواصل هالجنون المتواصل هالصراعات يلي بيقودوها إما أصحاب رأي أو سياسيين أو زعمة زعمة ناجحين أو زعمة فيشلين أو ناس بيحبوا يعملوا زعمة هيدا الجنون اللي نحنا كنا وصلنا له عصفوري هيدا لازم نروق تنقدر نطلع مع بعضنا البعض يعني في ناس ما عم بيغيروا نحنا وصلنا لمحل ما بقى فيه مجال لهيدا الجنون هلأ بدي يكون في باب للحكمة للعقل للسلام تنقدر نطلع مع بعضنا البعض بالأزمات والأوبئة لازم يتضافر وجهود العالم يتضامنوا المصيبة بتجمع هاكم سامعينا من نحنا وصغر بما أنه اللي عم تحكي عن المونيكافات شفنا موضوع التهريب على الحدود وقداش كمان صار في صراع إذا بتم التنسيق مع سوريا أو لا هلأ بخبر كمان وصل بأنه اللواء عباس إبراهيم مديل عام للأمن العام مقام بزيارة لسوريا وبحث هذا الملف مع المعنيين ملف التهريب عبر الحدود يعني بلد مجاور ما في غيره في غير سوريا بعد شوفي إذا بدنا نحكي في ناس أسرة الحوادث والماضي في ناس أسرة الإيديولوجيا عائدة غريبة إذا بديك تحكي عن وجود بديك تحكي عن وجود اجتماعي وجود سياسي ما فيك ما تحكي كمان عن اقتصاد عن شريين عن طرقات مفتوحة إذا أنت بديك تعملي مثل دولة إسرائيل دولة مسكرة حدودة عن العالم بس قادرة تجيب كل ثروة أمريكا تحط عندها عملية ما بتنعمل معقولي إنه واحد بيسكر كل بوابه كل منافزه على الإطار الطبيعي الإطار الطبيعي والعليقات والمدى الجغرافي المباشر الاقتصادي هو السياس الموضوع شوفي إذا بديك تحكي يعني تخذ بإطار حتى استعمل تكلمة تطبيعي وهي الكلمة تستعمل مع العدو طبعا ما في ناس ما سألنين عن اقتصاد الناس هلأ خلينا نحكي قبل شو حكيتك عن الاقتصاد التربوي صح يا عمي بدنا نحكي السياسي بدنا نحكي الاقتصاد كانوا بالماضي الاختصاصين مع بعض قبل ما فصلون اقتصاد سياسي كان يعلمون سياسة واقتصاد صح بعدين سياسة وإدارة عامة لازم دائما نقللهم واقتصاد اليوم كبار المفكرين أكان كارل ماركس أو آدم سميث هون الاشتراكي وهون الرأس ميلي حكيوا اجتماع واقتصاد بدك تطعم الناس بدك تعيشيهم شو معنات هاي اديولوجيا وبدنا نوقف المي بطلوع وبدنا نتقاتل وبدنا نضلنا مشاكل وبدنا نضل نحكي لغة معينة أنا بقلك فيه ناس معاشاتهم متوفرة ما بعرف من وين بيضلوا يدخوا ليل ونهار حكي بالإعلام والصحافي وبالسياسي عكد متوفرة بالدولار لا يدري أن يدخوا بس هيدا الشعب هيدا الشعب يلي قبل نشوء الدولة الحديثة وقبل نشوء دولنا الحديثة كانوا يطلعوا يبيعوا بالشام وينزلوا من الشام يبيعوا معرفوين وبطرابلس يبيعوا بحمص وبحمص ينزلوا على طرابلس كانت حياة طبيعية وانت اليوم إذا بيسكروا عليك البحر هيدا مداكي البر اختنق لبنان هيدا البر مداكي من هون للعراق وللكويت نحنا عم نقلهم العالم ازرعوا عم نقلهم العالم اعملوا إنتاج طب وين بدون يبيعوا آخر نهار بيأكل إنسان بس بدون كمان لدورته الاقتصادية مال هيدا المال اللي بيجي من هالأسواق فلذلك لازم نتعقل ولازم نكون حكماء ونبلش نتصرف على أساس اقتصادي هلأ بس بديلك شي إنه الناس اللي ما بدون يتعاطوا مع سوريا اليوم هن من حلفاء التاريخيين أو اللي نسقوا معها بلحظة معينة هلأ الرئيس الحريري بيقول أنه ما كنت قادر سكر الحدود لأنه ما فيه يوقف بوج مصالح بعض اللبنانيين بسوريا بما فيه الناس بيخصوه هيدا هلأ بما فيه الناس بيخصوه أكيد أكيد طيب ماشي الحال هلأ نحن لازم نسكر سيدة الكريمة صحيح بس لازم نسكر أنا معاها هاي شوصيت التهريب أنا متذكر أنه احنا وصغار عطول كان فيه مشاكل تهريب والأهل يحكوا فيها لازم تسكري كل طرقات التهريب وتفتح المعابر الشرعية والرسمية بتسكري هاي وبتفتح هاي وتفضل وقطعه مثل الخلق والأوادن باحترام وخليه الشحن الخارجي يطلع والبيك أب يطلع والسيارة المشكلة حتى على المعابر الشرعية كيف عم بيصير فيه تهرب يعني أكتر ما أنه تهريب تهرب جمرك وإلى ما هوليك كمان إذا فيه شيء منه إذا فيه شيء منه بارح الوزير بسيل أنا يعني محضر حالي قد درست كلمته مؤتمر الأحض والكراء فيه اكتراحات عملية بموضوع الجماري يا بتلغي وبتزيد التفقى يا بتتشدد فيه القصة بتنحل يعني مش إنه ما بتنحل نحن بدنا نعمل حلول تناكل خبز مش تنظلنا ناكل سياسي وناكل حكي هيدا الحكي ما بقيت شعبنا بحاجة يشتغل قال لي كالدكتور فيه ناس بيشتغلوا ميومين صح إذا ما اشتغل ما بيأكل تماما أنا شو بينفعه هيدا خطابي السياسي ضلني أنا سبه وعلي الصوت وصرخ وذكر وبطولات وهمية أنا بدي هيدا العامل يشتغل وفيه شغل بكرة قادم فيه أعادة أعمار قادمة وفيه شغل متبادل قادم هوني كمان الخلف إذا رح يروح أو إذا الحل حيكون عبر سوريا بظل الأزمة اللي عم نعيشها مثل ما عم بتقول دكتور أنه المنفس الوحيد بالنهاية وين بدنا نروح منا جزيرة معزولة ووضع السياسي لنشوف إذا كانت حكومة الرئيس دياب ستقوم بهيدا الخطوة أنا برأيي بدأ تقوم لازم يكون عندها الجرأته هيدا الخطوة لازم تقوم فيها في قصة حياته موت ونحن ما بدنا نضلنا كمان عايشين على تكلة الإعانات أصلا مين بدوا يعين هلأ ممكن شو بعرفني لإعانات والديون لإعانات والديون الآن سيد رجع انتعش انتعش بس هو يعني شو هدايا بس لا فيه إصلاحات بدأت تتنفذ أنا معا للأخير أنا معا للأخير شوفي فيه ذات يوم كان فيه معركة مهر البارد نحن جيشنا غربي بتسليحه بتدريبه وإلى آخره مين ساعدنا بالزخيرة سوريا خلصنا من نهر البارد فيه محلات بتختنقي ما حدا بيجي بيساعدك يعني رميولك كرة نار وما بيساعدوك هلأ بالاقتصاد مين بدوا يساعدنا بالتبادل الزراعي بمليون شغلي يعني لا هيبة ولا مساعدة بحق طبيعي بالعمل نشتغل بكرامتنا أنا مبسوط أنه فيه تحولات مثل ما قال الدكتور بالحياة الاجتماعية ولكن أيضا بالمهن أنا مبسوط الناس رجعوا يزرعوا يعني المبادرة اللي قاموا فيها شباب الـ L&E والتيار 18 ألف عائلة صاروا مهتمين يزرعوا إن شاء الله عشر مطار قدي عشر مطار وخمسين متر هاي دي راح تغيرنا أنا بروح بقضي جزء من وقتي بالسنة خارج البيت أنا وعائلتي منروح على البقاء الغربي منروح على الشمال منروح على الجبل منروح على الجنوب كان فيه أراضي بور ايه أراضي بور هلأ بدي ترجع تنهض أراضي وهي دي يمكن الأمن الغذائي أولوية صحيح نعرف التهويل بمسألة المجاعة وأزمة كورونا عالمية يعني كل بلد همه بنفسه ما حدا رح صحيح نصدر لحده وغيرت يصير فيه أزمة أمن غذائي الأمن الغذائي مهدد بغير طريقة كمان ارتفاع السعر السلع بشكل كبير السل الغذائية ما بعرف هناك اتجاه له دعم هذه السل الغذائية كيف هيك قال وزير الاقتصاد بس كيف شو المعطيات شو المعايير اللي رح تعتمد خاصة أنه ارتباط هذا التفلت مش تفلت أنه قال لا سعر ترتفع لأنه الدولار ارتفع سعره أكيد فيه شي بعالم التجارة ما بيقبلوا الناس بس بدنا نقول إذا واحد شاري بضعه على الرخيص الستوك كيف ستغلوا نستغلوا بس ما هو إذا نونو مش ستهاية تجارة هو إذا بيعوا على الرخيص ما بقي يقدر يشتري غيره صح هو مضطر يغلي يشتري على السعر الجديد صح السل الغذائية هي بدأت تتعامل مع خنقول 20 ايتمز يعتبرون مثل الدواء الأساسيات مثل الدواء كيف هذا مدعوم دولاره هذا بيكون مدعوم دولاره للإستيراد تيضلوا الأساسيات موجودة مش منطق أنه نحنا لا ننتج حليب وهي الأمهات بدون يطعموا أولادهم حليب بودرة صح نحنا ما عنا وحتى الحليب الطازة اللي عنا كان يجي بالستيرنات من سوريا أو من السعودية نحنا نستورد الحليب كتير قصص أصلا تتعجب أن نستورد حتى بارح وزير الزراعة من هون من على بلاتو الأوتي في قال أنه نحنا ما من ما مننتج البذور الزراعية هلأ بالمشاريع اللي عم تنعمل إن شاء الله منصير ما منستورد بذور من خارج هاي دي مش صدمة هاي يعني هاي ما كنت متوقعتها أنه حتى البذر اللي منزراعها بالأرض نحنا عم نستوردها نعم هاي دي صدمة هلأ السلية الغذائية اللي الوزير نعمي وعد أنه يعملها أكيد بالتوافق بكرة مع مصر في لبنان مع وزارة المال إلى آخره ما تأخرنا يعني الدولار صار له فترة يعني كلازم شوية تكون الأمور استباقية لا يعني ناس وصلت لها مش الحال وشفير الفقر بشكل كبير شوفي فينا فيك تقول يتأخرنا بس كمانا ما تأخرنا لا رح يحركوا ميهو تاركو جميعا ايه تماما أنا ما بحب نكون سلبي ايه سلبي فينا نضل نبكي كتير بس احنا بدنا نمشي لقدام بدنا ناكل العنب بدنا ناكل لا هنا ناكل أساسيات وناكل ناكل أساسيات ناكل العنب أساسي كمان ايه طبعا لعنب أساسي ناستغني عنه هلأ قول التفاح هلأ الناس عم تشكي ستة تلاف الكيلو سبعة تلاف الكيلو نحنا ببلد في كتير اشياء اكيد وضعنا بده شغل نترك للوزير يشتغل ولكن الدعم يلي رح يجي للسلة الغذائية هو شي بيفرج الناس اهتمام الناس بالزراعة يقدروا يغزوا البرات طبعهم من الأشياء الصغيرة تمانا بيفرج الناس ونحنا بدنا نغير رأينا أنه نشتري الأجبان الفاخرة الأجنبية ونعتمد على الأشياء على حياتنا كلها تغيري صحيح بعتقد طريقة الحياة بدنا نتواضع نحنا بدنا نزم شوي شوه آخر فترة نحنا ما نتهدى ما نتهدى التلميذ الجامعة بدنا نسوق سيارة منفخة فور ويل درايف أنا لما رحت على بريطانيا كنت صغير شفتهم بسوق سيارات صغيرة حتى ما نسمي ماركيت بس طرقاتنا بتتكسر السيارات الصغيرة عليها لنكون واقعيين كمان تطلع منه لنحنا عم نشبه تجرع على سيارة يا دكتور أنا بعرف هيدا همك أنت بالبقى وأنا بروح لبقى بس لا مش عم نقيني أوقات نجلت حالنا بس داولتنا كمان مقصرة بتقديم الأصص البسيطة نحنا بنشتري سيارة ما معنا نقصطة في شي مش منطقة ما في ترانسبور مشترك لا فينا نشتري سيارة صغيرة تنكون هالقد واعيين فينا نشتري سيارة صغيرة إذا قاعدين عالسحل كل الوقت بس أنا عم قل لك ترقاطنا ما عمنا مهيئة لتكون أنت قادر تتكيف مثل الدول الأوروبية اللي مأمن لك كل شي بدنا نغير لايف ستايل تبعنا ما في شك حفف شوي بس مش يعني حق على اللبناني وبدنا نخلق نقل عام بدنا نغير لايف ستايل لا في شي منه الحق علينا في شي منه الحق علينا أنا منحب شوفة الحال منحب نعيش عيشين شو بدي نحكي غير هيك نحنا منحب نعيش حقنا حقنا لو ما منحب نعيش كنا أمنا كل مرة بننصيب ننسى الحرب ونقوم هلأ بدنا نروح للواقعية الاقتصادية الاجتماعية حتى ما أحكي عن الواقعية السياسية بس نروح لهذه الواقعية بس ما نصير بس نشتغل لناكل والنام لا يعني لا 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 ما نرجع للعبودية كمان يعني عن جد في بركات بهذا البلد واحدة من الأشياء المدهشة اللي حكيها الوزير جبران بسيل بارح بمؤتمره لأنه أنا عم بقراها لكن نحنا عدد حقبي من السنين قال قديش كان المدخول فيها وقال قديش كان المصروف فيها كانت تقول لنا وفرة 3 مليارات دولار طب وين النين نحنا مديونين شو هادر وسرق أو فساد صح نحنا هيدا البلد هون المشكلة هون البلد عنده إمكانية يرجع يصير خزان اللي كان يسموه خزان أمراطورية الرومانية قادر يرجع يصير بلد منتج بالزراعة بلد منتج بالاكتصاد بالصناعة الصناعات الخفيفة والصناعات الزكية والصناعات المتطورة قادرين نطلع شوف هيدولي بلاد شرق آسيا هونيكي هولي كانوا يصورون بعد الحروب طونهم معهم مالاريا وقصص اليوم بيصنعوا إشياء من أصغر شيء لأغلى شيء صح نحنا قادرين نعمل مثلهم أضف لأنه الله أنعم علينا الله أنعم علينا هيده قصة النفط وقصة الغاز وطبيعة منيحة وطبيعة منيحة وعائل وعائلات وانتشار نحنا قصتنا ما رح بتكون هالقدي سيئة بكرة هالأهل يلي كانوا على طول يدعمونا نحنا بدنا نحكي الحقيقة رح يرجعوا يدعمونا بس كيف إذا ما بيقبضوا دولار طي يطمنوا إنه هالدولار بيبعتوه لبيهم وإمهم أو إخوتهم رح يقبضوا دولار رح يقبضوا تماما وأهمية الأموال المنهوبة كمان فيك تحمل الشعب شو ممكن أنه عايش أكتر ما هو ولازم نتواضع وننزل بس كمان ما يتحمل هيده الشعب مساوئ الهدر والفساد والأموال المنهوبة والمهربة وغيرها نحنا تكتل نحنا تكتل موقفه حاسم حاسم عبر عنه الوزير ولا أي واحد مننا ولا الأستاذ إبراهيم كان عن وهلأ قبل ما فوت لعنديك الأستاذ إبراهيم كان الليجنة الفرعية أقره تماما نحنا ما بدنا المواطن يدفع أي شيء من وفره من أرصده لنرجع نقوم بالبلاد خلاص هيدا موقفنا بس بده يترجع إيمة وفره ورصيده تماما 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 بس إحنا مش بيجو ناس بيستفيدوا تقلصت الإيمة بفعل سعر الدولار وكيف صار هيدا بيرجع بهداء أنا شاهد بحياتي مرتين سعر الدولار كيف هب ورجع هده أنت عندك ناس مستفيدين عندك ناس فاسدين يا للأسف أو ناهبين أو صارقين عندك ناس حولوا لبلاد برة وفي مليون قصة هولي كله رح يبقوا ينمشوا وحدة وحدة بيتزبطوا صرنا على السكة يعني أنا بيعتقد إيه هون دور شوفي مجبورين كنا على السكة قلت هيك من فترة أنا أنه نحنا رح نرجع نصير بعد أن نحنا من أنصار السيادة بس سيادة نسبية بهيدا الدنيا بهيدا الدنيا سيادة نسبية هلأ اليوم نحنا تحت شيء من الوصاية أو من الانتداب الاقتصادي إن شاء الله ما يكون سياسة بس نحنا مع شيء من الانتداب الاقتصادي يلي صندوق النقض أو كذا أو سادر يلي بدي يساعدك بدي يقلك بديك تعمل إصلاحات بديك يكون عندك شفافية بديك يكون عندك إدارة بيكتخفف الحمل عن الإدارة بيكتسمحي شراكي بين الكتاعين الخاص والعام وبعدين بيكتفتح الأسواق خليني يجو بتعرفي شو معناتنا بس في تحرير سعر صار فيه درائب راح تنحط يعني فيه درائب تنحط منطقية بس فيه درائب مش لازم تنحط إلا تصعودية تبقى راح تعلم فيه إشي عديد بنزين كمان راح ينحط ضريبة بس خليني نقول شيء فيه بنزين بينحط عليه ضريبة منطقية بس هو مداخيل الدولة بتجي بشكل أهم من غير محل صح من غير محل هل عم نقوله بتروح للأمور اللي بتأثر على المواطن ويكون فيه مداخيل بمطرح كلنا بتجي هلأ دائما نحذروا أنه راح ينحط علينا الشروط بهالموضوع لا ما بدنا نحطنا هون نحنا قادرين أنه نعمل مداخيل للدولة بوفر أو بغنى ببحبوحة من غير أبواب بدون ما المواطن يدفع كيف؟ تم بسطة فيه عديدة الجماريك مشي مضبوط قصة الدافترين والزعبرات طبعيتنا مثلا الأملك الأملك البحرية والنهرية فتحت الملفات ماشي بحيدة يعني بالموازنة الأبل ما عجبت كتير مصاري يعني في غلط بي ما لحق تتقلي يعني أنا بلشت الأزمات الأزمات المتتالية بس هلأ اللي عم بينشغل راح يجيب مصاري مثلا إذا شفت الشروط المحطوطة حتى تجي القروض المدعومة للإنفراستركتشر الذي ينعمل صح البنية التحتية والأشياء الكبيرة هيترجع بتحرك عجلة الاقتصاد يعني نحنا ما راح نضلنا بركود ما راح نضلنا بركود نحنا راح نرجع نطلع والثقة ضرورية ما فيت تنوحي ثقة إلا بإصلاحات أول شي بإصلاحات وبعدين نشوف على الأرض يكون فيه مرتكب يعني لا لا ما لا يعني كأنه مرتكب مجهول لا مش مجهول عم بيه فيه توقفات في نسبة بس كأنه شوي يعني يحكى وكتير من الكتابات الصحفية من كواليس والقرارات اللي اتخذت أنه صار الأمور ساعات إضافة ومضي يعني شوي إدارة التأديب إدارة إذا بدنا نقول بمطرح شوفي فيه حكي كثير تحور يعني كان خبر أول فيه للمخشوش إلى أن صار أنه خلص بتصير كم ساعة إضافية بتعقب عليها المدير فيه إشياء بالصحافة ما بتفهم كيف بتجي وكيف بتروح أنا عم بسأل وعم تابع وأنا قفك بفخامة الرئيس واليوم اليوم حكي هالشي مجددا بالمجلس أنا قفك بفخامة الرئيس وقفك بالإجراءات بعدين قفك بفريقنا يلي شاغل شغل من السنين ومجهز ملفات فيه منا حكي فيها وفيه منا ما حكي فيها ورح تبلش تنترح والردي عم تنترح يعني هاي دي الإشياء التوقفات يلي عم بتصير من النافعة للفيول المخشوش لبكرة بتشوفي مرافق بتشوفي شركات بتشوفي أمور الكازينو سابقا فيه إشياء المطار المنطقة الحرة إلى أخير هؤلاء جمعتنا كان عنده الملفات فتحوا وبكرة بفتحوا بفتحوا غيرها كبه الملفات والقضاء عم بيشتغل شغلو إذا كان بمحل كان مدقر لأنه كان فيه نوع من الضغط السياسي هذا الضغط السياسي ما بقى يقدر يستمر والحمايات والخطوط الحمر والطائفية عفلان وفليتان هاي دي بدأ بس هوني هوني رد الرئيس الحريري يعني يوم عنده كتير موقف على الوزير باسيل أنه نحن لكل اللبنانيين نطلع من جماعة لطائفة بعرف كيف شف نحن منعات لي كمان يعني اتنياتهم بيلتقوا على هالقصة خلينا نفتح الوزير باسيل ما فرقاني معه ينلقط واحد عوني أو تيار وطني حر فاسد ايه تعاو خدوه أو بالطائفية مسيح لا 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 تعاو خدوه حملوه ومشوه أوكي وخلي الرئيس الحريري يعمل نفس الشي وما في مشكل هلأ شفنا تجربة سابقة مع الرئيس الحريري ما عمل نفس الشي بالعكس كان في خطوط حمر إذا كان حريص ونحن ويام نتشارك بالرؤية بالفلسفة الاقتصادية الحرة نحن نعلم باقتصاد حر ونحن منقامن بقبولنا ما أثبت تعسروا الاقتصاد الحر لا الفساد شوفي أنا أؤمن بالرأسمالية لأن هنا في نظرتين أنا أؤمن بالرأسمالية أنه أثبتت الرأسمالية أنه أدت إلى هذا الرئيس مالية بدون أخلاق بتصير نيوليبرالية الناس عندنا بيربطوا بين الرئيس مالية والنيوليبرالية الليبرالية هي بلأ أخلاق جشعة وفساد وقهر للإنسان الرئيس مالية اللي أنا أحكي عنها مش معروفة عنها نحن بدنا نخاطب العالم الحر وبدنا نكون مقبولين من العالم الحر العالم الحر ما بقى يقدر يستمر معنا بهالقدي منسوب عالي من الفساد لما نطلع البترول أنا قلت وقلت هوني على هالمنبر وبيمحطات أخرى قلت نحن مش رح يقبلوا يصير لبنان بلد نفطي وهالقدي فيه على البلاتو فساد هول الشركات الأجنبية هنين اللي مرح يقبلوا هنين اللي مرح يقبلوا بده يصير عنديك مينة خالي من الفساد تهالشركات تيجي تشتغيل يعني بده تنبنى ثقة أنه مرح يروح شغلهم لجيوب البعض شوفي يعني فيه دول حدنا خليجية وكذا بترول ونفط فيه ثقة عالمية الشركات بده تشتغيل ما فيها تيجي تعئيدات إدارية وقانونية وفساد وكوميسيانجية ينجي وسرقين ما بقى فيهم خلاص خلصي ما بدنا نضل نحكي إجا وقت التغيير بدنا نلمس هلأ صار وقت الفعل وليس الكلام إن شاء الله هيك نكون وضعنا على سكة في حدا نبعت لتأسألك دكتور ترابولسي عن رأيك كبيئة تفرغ بالجامعة اللبنانية وين صار هيدا الملف وكرمال دعم الجامعة اللبنانية لازم يتم التعجيل فيه شوفي واحدة من الأشياء المنيحة كتير إنه قالوا ممنوع التوظيف ولكن عملوا استثناء الجامعة اللبنانية الجامعة اللبنانية عم بيطلع فيها متقاعدين وعم بصير فيها الشواغر صح وفي حاجة للأسادزي صحي في ملف تفرغ رئيس الجامعة أعدو في ناس بيأوصوا عليها الرجل آه كلنا شهدنا على الحملة اللي صار في ناس بيأوصوا عليها الرجل أنا بيحترموا جدا في ناس بيقولوا هذا التفرغ مشوب ما في توازن طائفي لازم يكون فيه توازن طائفي وأنا مآمن أنه لازم يكون فيه توازن طائفي بلبنان ما لازم يكون فيه غلبي لحدا على حدا لأنه عايشين إحنا ببلد فيه التعايش أساس أنا أؤمن بالعلماني أنا أؤمن بالدولة المدنية ما بحب كلمة دولة مدنية عم بيستخدمها تراعي الشعور اللي بيحبوها لأنه العلماني بتتاخد بغير مطرق لا أنا مآمن بالدولة العلمانية دولة المدنية المطلقة غير الملحدة غير الملحدة لأنه عم بقلك تتفسر بس تقول علمانية هذه الدولة ملحدة خارج إطار الدين هداك إلحاد وهون اللي أتذكر حضرتك رجل دي أنا أؤمن بالدولة العلمانية لكن مش معنات إذا عملنا دولة مدنية وبدنا نزيل الطائفية لازم يكون فيه ناس مغبونين قبل الحرب كان فيه ناس مغبونين بعد الحرب صار فيه غير ناس مغبونين صار فيه ناس عندهم غلبية وصار فيه ناس عندهم غبن صح بدنا الكل يرجع للإدارة العامة ما بيصير بالجامعة اللبنانية وبغير الجامعة اللبنانية وهيضا منقوله علنا بدون خجل ولكن إذا بدك أنت تجيب متفرغ فيه شروط أكاديمية تتجيب متفرغ نعبي أرقام تنعمل توازن طائفة ناس ما فهمنين شمالية أكاديميا ولا في عندهم الشهادات ولا في عندهم خبرات بس تنقول أنه طائفيا نزبطيت شفنا مرسيم ونحن كنا أنصار صارت تجربة عملنا تجربة وكانت منيحة ومش منيحة فيه ناس ما سألنين عن الجامعة يعني مستد يعملك أضراب مفتوح ليطير لك عام دراسي ويقبط كل إخشهر طبعاً كيف بدك تحافظي على كل هالمعادلة الدقيقة هذه معادلة بدأ بدك أكاديميا بدك شروط بدك الرجل الشخص يعني هون القرار لرئيس الجامعة ولا مجلس وزراء يعني وزير التربية متداخل المسؤوليات هو الأشنع هو التداخل السياسي ما هينا عم قوله يعني بدك يكون في مجلس جامعة بدك يكون في مجلس جامعة خلينا نكتفي باللي قلناه هون هلأ نيحة بس أنا مع التفرخ وعم بتابع الملف أنا عم بتابع كل شيء بيخص الملف وبروح عند الرئيس أيوب بروفيسور أيوب بزوره من وقت لوقت بس هلأ كنا بالحقيقة تنحكي الحقيقة كان الهم هو إنهاء العام الدراسي وقضايا اللي حكينا فيها مع العام قضايا ملححة قضايا ملححة مش معتها هديك ما عم نحكي فيها بس أنا واسي هيد الجامعة بس أهم نقطة إلتا دكتور أنه أساديت الجامعة اللبنانية خارج مبدأ عدم التوظيف لأنه بغير هيد فيني تطمنه حتى لو اتخذ القرار بوقف التوظيف بالدولة أساديت الجامعة اللبنانية بغير مطرح جامعة بهالحجم ومرشحة تصير شي مرة ونص بمدى منظور ناطق اللبنانية وعندها تقدم كتير كبير وغلق بحاجة لقلة كتير طبعا أجت بالرانكين كتير منيح بكل نوعها عم تتقدم وبدنا إيها تقدم وهيدي جامعتنا وأنا فخور فيها هيد الجامعة كمان بدنا نحافظ عليها بدك تزيد عدد الأساتذي بس ما بدك تزيد مين مكان لأنه كمانا بالماضي في ناس فاتوا على الجامعة اللبنانية كمانا كان في ناس مش عم بيحكي على أيام الرئيس ولا الرئيس قبله والقبله اللي أنا بعرفه المحترمين بس في ناس إجوا بالماضي يلقي جايب الشهدته من هون ومن هونيك يعني فيه قصص يعني أطلع عشنا بمراحل فوضى كتير بس هيده مش بس بالجامعة هيده صاريت حتى بالقطاع الخاص كله كله نحنا بدنا الجامعة اللبنية تظل أعلى ستندرد لأنه هي جامعة تنحكي الحقيقة منا يعني أنه تعطي الشهدات عالية وهي شو ما كان هي جامعة فيها كادر جامعي بروفسوري نسب عالي فيها أبحاث فيها 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 هاي الجامعة بقى تحافظ على هالمستوى ونحنا مع المشروع التفرغ واللي هني اللي سأل نحنا مؤيدين لأله لأنه بعتقد معني بهالموضوع أو من الأساس اللي حابين يتفرغوا بعدين نحنا مع التفرغ بس بدنا التفرغ فعلا يعني يلبي الشروط الأكاديمية تبع الجامعة وتبع التفرغ بعد معنا خمس دقايق تقريبا ببداية حديثنا قلت لتعلم عن بعد للجامعات ولكن بدنا نحكي عن تعلم عن بعد للمدرسة صحيح شو كانت مساوئة لأنه بعتقد في بعض هيك علامات الاستفهام حالها في الأسات زي مش مهيئين يعلموا عن بعد كي بالمدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة ولكن نمدحن أنه قاموا بجهة جبار بطريقة بسيطة يبعثوا الفايل هاي دي طريقة بسيطة ما فينا نقول ما اشتغلوا كمانا كان فيه ديليفري تبعث حدا على المدرسة بيجبلك مغلف فيه عدة طرق عملية وفيه منهم فاتوا على أبليكيشنز صوت وصورة هلأ في البعض قالوا ما عنا كهرباء دائما هادي كان الى حل بس المشكلة الحقيقة كانت عارمة انه ما عندي كتير انترنت قوي وما كان فيه كمبيوترز كافي بالبيوت تايدرسوا كلهم كان فيه تجربة ناجحة للوزير للوزارة والمركز التربوي على التقال صح وهلأ اللي نشأ بهالشهرين شي هائل أكانوا اللي عملوه على التلفزيون ولا اللي عملوه بالمركز التربوي من خبرة ومن مكتب إلكتروني ومن صفوف تنشطت اذا بنا نقول الدورة التعليمية بوقت كان فيه شوية مبدع مبدع وبالتربي مبدعين مركز التربوي قصة كبيرة هني كانوا أصلا قبل بالحكومة السابعة عين وزير شايب أعلنوا انطلاق العمل بالبرامج الجديدة الدكتورة نادة عويجين حكيت عنها هلأ فاتت القصة التعليم عن البعد بالمدرسة الافتراضية فيه عندنا مدارس خاصة عم تشتغل هيك هلأ بها تتعمم التجربة على الكل بعتقد كتير رح يتم وضع ضمن المنهج هلأ اذا مثل ما بيحكي دكتورة راجي لحزيران مش السنة يعني العام الدراسة الوحدة وعشرين لنفس الشيء رح نكون رح يكون هيدا شغلنا صح يعني بعتقد رح بالصيفية رح تتكسف الجهود لتأمين التعلم عن بعض اذا بقت الوضع هيك انا بعتقد فيه مؤسسات دولية وفيه مؤسسات محلية انا على تواصل كل يوم بيجيني لان بيحكي بهالموضوع كتير فيه مؤسسات دولية ومؤسسات محلية مستعدة تجي لنجدة اي مدرسة او اي تشين من مدارس ببرامج باسعار معقولة واحيانا يمكن يجينا هدايا بكرة بتشوفي انه رح يجي هدايا برامج لقطاع التربوي هلأ نحن فيه شكوى انه كطاع التربوي عم ينهار وفيه خوف ينهار انا مني خيط على الكتير يعني تطلع حتى الصوت انه المدارس مهددة بالاقفال المدارس الكاتوليكية طلعت انا بدي اقول شي فيه خوف حقيقي كاتوليكية وغير كاتوليكية لا بسنة لانه طلعوا بيان انا بتعاطف معهم بس ما نحن عنا يعني انا كنت بمدرسة مجانية انا هاي المدرسة اللي انا كنت فيها كأسيس طرينا نسكرها دينا تدفعنا المصاري للمعلمات اللي بيعرف الكطاع صعب كتير الكطاع ولكن المدارس الكاتوليكية بدون يعيدوا النظر بانتشارهم بمدارس صغرى هون وهون وهون عيد تجميعهم المدارس النجرية بتعيد تجميع اذا عندها مدارس صغيرة حتى المدارس الاهلية اللي بيتملكها العائلات بيعملوا جونك بنشر لا لا بيجوا مدرستين بيعملوا ميرج تطلع مدرسة جديدة انه ليش تا مثلا معملان بيعملوا ميرج الشركتين بيعملوا ميرج هلا فيه المصارف ايه هذا خلص هذا امر واقع ما فينا يضل الحنين انه انا مدرسة جدة وبي وانا ما بسكرها بتضيعة وهي يعني فيها ثمانين تسعين ولد وفيها مئة ومئتين ولد بدك ثلاثمية وخمسين تلميسة نتقدر بقلع مدرسة من دول خسائر يعني الحديث لا يمل معك تسلم يا ميرس كتير دكتور ترابلسي ومواضيعي بعتقد ان شاء الله نكون اجابنا تساؤلات ان كان بالجامعات ان كان بالمدارس ان كان بالهم الاقتصاد المعيشي ان كان بالامل انه نسلك طريق مكافحة الفساد رح اترك لك اخر دي انا بدي اقول في دول كان وضعه اصعب من دولنا ورجعت نهضي الفلبين واحدة منهم اندونيسيا واحدة منهم سريلانكا واحدة منهم نهضوا نحنا منا يعني مش متل هاي الدول مع كل اللي صابنا عنا مناعة وعنا قدرة نرجع نقلع نحنا قادرين نرجع نقلع نحنا مستعدين نضحي دكتور بس بشارط يكون عنا سيئة ما يرجعوا يسرقونا من جديد مش بس بس سرقونا من جديد انا بدي ضماني شوفي انا بديلك شغلي انا علمت بالأو تي في سلاسل على حالة عن الحوكم الصالحة اذا بتتذكري ايه وكاتب بالموضوع صحيح اطروحة طويلة عريضة بس انا ما بيحكي كتير بالفساد في غيري عم بيحكي بالتكتل عنا قايم بيواجبه فوق لزوم وايا كتير انا بدي حكي عن التضامن انا بدي حكي عن العيش المشتركة كأهل خلاص بقى نهبش بعضنا البعض بتشوفي تحت حجة الفساد في ناس عم بينفسوا غضب سياسي وكراهي وعقد عقد اذا كانوا في سيوة لا في ناس عندهم عقد عم بيستغلوا منبر الفساد لا يرجعوا ويقلبوا عناصر الامة على بعض البعض يعني مستعدين يعملوا حرب جديدة اهلية بين الناس يحرقوا البلد لا يغلقوا سيجارة تشوفي يقولوا انهم بيحارب الفساد علما انه نحنا كلنا منعرف بعض واي واحد من المشاهدين بيقرأ تاريخ بيعرف تاريخ الناس واهلهم وجدادهم نحنا كلنا منعرف بعض نحنا بدنا المزيد من التواضع والمسالمي والاخوة والتضامن نرجع ننهض بالمجتمع بطريقة سليمة في ناس اللي عم بيهددوك خلال تخلاص كورونا ونفرجيكم شو بدو يصير شي معيب شي معيب لانه عساس نحنا مش عفرت سفينة واذا غرقنا عم نغرق شي معيب ان شاء الله خير من اضلنا بايجابيتك الحلوة تسلمي وعدم النق لا لا بإذن الله لبنان جرجع بيقلي من اصعب من حرب الاربطعش ومن الجراد والحكم العثماني مقاومين من الطراز الاول شكرا لألك عضو تكاتل لبنان الاوي النائب دكتور ادجار ترابولسي على مشاركتنا في هالحلقة على امل لقاء بحلقة مقبلة نكون عن جهة بلشنا نشوف فاعل على الارض ليس فقط كلام وتمانية مشاهدينا انا بدأ اشكركم لحسن متابعتكم هالحلقة برجع بلاقيكن ساعة 8 الاربع بنشرة اخبار المسائية وهلا بسلم دفة الهوى والمسئولية لا اشتركوا في القناة